برادك متسخ جدا لا يظهر وجهه تعبت من الحك والجر بدون فائدة بل فقط تطيحين أكتفك على قصدير لا يستحق ويعني تجلسين طوال الوقت وأنت تحكين وتتعبين نفسك على براد لا يستحق كل ذلك العناء إليك وصفة جد سهلة وبسيطة سوف توفر لك الوقت تحتاجه فقط حمضة واحدة أو ليمونة يعني كل بلد وماذا يسمونه بعد ذلك نقوم بتقطيعها إلى شرائح صغيرة نقطعها في البراد يعني هذه الوصفة لن تتعبكم جدا مثل المعتاد يعني تحكون كثيرا يعني نصف ساعة حتى ربع ساعة هذه الوصفة لن تكلفكم سوى بضع دقائق ممكن دقيقة واحدة فقط يعني ليست متعبة إذن نقوم بتقطيع هذا الحمض كاملا بعدها نقوم بوضع القليل من دونتي فريس أو المعجون الأسنان أي معجون أي نوع كيفما كان نقوم بوضع القليل فقط وبعد ذلك نقوم بملئه بالماء حتى يصل الماء إلى فم البراد يعني يكون مليئا ليس مليئا جدا حتى لا يتزلع فقط يكون سامحني على تقطع الهضرة فأنا لم أتولف بعد التحدث بالعربية الفصحة يعني حتى تمكن من ذلك لأن الآن يحدث لبلوكاج أحيانا فأقطع الهضرة الآن الخطوة الثانية نضع ذلك البراد على عافية مهيلة جدا تكون مهيلة أكرر لا تجهد العافية كثيرا لأنه يمكن أن يحدث دونتي فريس تفاعل وها ما قلت هجرة كنت متوقعة أنه سوف يتزلع هكذا لأن دونتي فريس تكون فيه رغوة كتيفة جدا يعني كنت أعرف أنه سوف يتزلع بهذا الشكل ويفض المهمة علينا الآن نقصت النار قليلا كثيرا نقصت النار كثيرا ثم سوف أضعه الآن أتركه يغلي لمدة تقريبا 15 دقيقة 10 دقائق إلى 15 دقيقة بعدها سوف أخوي ذلك الماء سوف أخوي أمام كل كي تروا يعني لن أعدب نفسي بكثرة الحاك ويعني الجلوس طويلا وليس من أمراي ورنام عن تقماد من رغب الزف يعني أنتم تروا يعني عندما تحكونه وخة بالحلفة فإنه يتحيّد يعني الجوانب الفقانية للبراد يتحيّد ذلك بالحلفة فقط ذلك الأوسخ التي متواجدة الفوق تتحيّد بسهولة فقط بالحلفة أما الداخل الداخله وتحته يعني ضروري من قليل من الجيكس لا أعرف اسم جيكس بالفصحة المهمة ضروري من قليل من الحك ولكن ليس حكاً متعباً أو شيء من ذلك فقط قليل فقط يتحيّد بسهولة كما ترون ها هو براد يشعل وخصوصاً أنني لم أحكه جيداً فما بالك إذا حككته كثيراً سوف يعني يعمي بالشعلان فانظروا الفرق ها أنتم ترون الفرق والأهم من ذلك هو الوقت الذي يوفره لك ليس يعني لا يوفر وقتاً كثيراً شكراً لكم على المشاهدة وإلى اللقاء